انا جيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك اشعر بعمليني يا ربكم خير النهاردة معنا فيديو جديد او مجموعة فيديوهات مش فيديو واحد هنتكلم فيه عن كل الحاجات او كل الخطوات اللي هتعملها لغاية لما تستقر وتدرس هنا بداية من تقديم معاش اذا كانت شخصة هيقدمك اذا كنت هتقدم لنافسك اذا كنت هتقدم مع مكتب لغاية لما تبتدي دراسة الطب وتبقى مستقر يعني بمعنى اصح فهنتكلم النهاردة حاجة خفيفة كده هنتكلم عن طرق التقديم للدراسة هنا في روسيا اول حاجة معانا تلات طرق للتقديم ان انت تقدم عن طريق طالب او تقدم عن طريق مكتب او تقدم بنفسك انك تقدم عن طريق طالب دي بتكون فيها عمولة ايه هي العمولة هو بيطلع لك القبول وبيطلع لك الدعوة من غير اي فلوس لكن العمولة بتكون تقديرا ليه على تعبه العمولة دي بتكون قد ايه بتكون من تلتمية دولار وانت طالع تلتمية خمسمية ستمية سبعمية كل طالب بيقدر هو بياخد كام تمام بعد كده النظام المكاتب المكاتب وما رشحاش لحد بصراحة لان المكاتب بتاخد عمولة كبيرة جدا عمولة المكاتب بتبتدي من اول الف دولار يعني في جامعات هنا سعرها اقل من الف دولار يعني ممكن تكون عمولة المكتب اكتر من سعر الجامعة اللي هو جابك لها يعني انا عرف ناس السنة اللي فادت كانت جاب الف وخمسمائة دولار وكانت الجامعة وصرف الف وثلتمائة دولار يعني هو جاي بعمولة اكتر من ثمن الجامعة في كده الطريقة الثالثة وهي انك تقدم لنفسك تقدم لنفسك عن طريق الموقع بتاع الجامعة بتدخل على موقع اسمه هسيب لك الموقع في الوصف ادخل على الموقع ده وتختار الجامعة اللي انت محتاجها او تختار الجامعة اللي انت تمام زبطت نفسك عليها وتمام مقدرتك المالية هتضغط المصاريف والكلام ده فبتدخل على الويب ساب بتاع الجامعة وتجيب الميل بتاع الجامعة وبتدي تتواصل معهم تبعت لهم ميل وتبعت لهم تسألهم بقى عن المصاريف برضو عشان تتأكد علشان لو انت مش متأكد من المصاريف تسألهم الدعوة هتكون بعدها قد ايه وتبتدي بقى تبعت لهم البصبور بتاعك هما هيبعتوا لك القبول بعدما القبول بيتبعت تلاتين يوم او خمسة واربعين يوم بتتبعت لك الدعوة بتاعتك ده بالنسبة للتقديم لوحدك كل حاجة من دول لها عيوب وكل حاجة من دول اللي هما التلات خطوات ليها مميزات اول حاجة بالنسبة للطالب ليها مميزات ايه هي المميزات اول حاجة العمولة مش غالية تاني حاجة ان انت بتكون مع الطالب على طول او عارفه بمعنى اصح لانه بيكون معك في نفس المدينة فبتكون عارفه لو حصل لك اي مشكلة بيكون هو موجود معك ده بالنسبة لمميزات انك تقدم مع طالب طب عيوب انك تقدم مع طالب انا ما شفت لهاش عيوب جير ان الطالب بيكون مس مشغول شوية فممكن يسقط منك حاجة فانت برضو بتعرف الحاجات اللي المفروض تعملها وبتبتدي تتابع مع الشخص اللي ميقدم لك ودي ندرة جدا انها تحصل تاني طريق التقديم طريق المكاتب العيوب بتاع انا اصيل لابخة في الكلام اصيل لابخة ده عايز يتعالج ويجيلنا عيوب التقديم مع المكاتب عيوب كتير جدا ايه هي العيوب اول حاجة المكتب بيكون في مصر ما بيكونش هنا في روسيا ودي اكبر مشكلة او اكبر عيب لان هو لما بيبعتك هنا بيبعتك انت في طالب بيستقبلك والطالب ده بيتابع معاك الطالب ده ممكن اده هو الطالب كده كده بياخد من المكتب فلوس فممكن الطالب بعد فترة وليلة جدا ينساك خالص تكلمه ما يردش عليك الحاجات دي كلها فده عيب من عيب المكتب وعيب كبير جدا لان انت هنا هتيجي مش هتبقى عارف اي حاجة هتبقى مستني بس اي حد ينجدك باي كلمة فانت مش هتبقى عارف اي حاجة فانت محتاج حد تعرف تتعامل معاه لان هم هنا قولي الاول اللي بيتعامل بالانجلش تاني عيب للمكاتب وهي العمولة الكبيرة جدا عمولة مبالغ فيها عمولة مبالغ فيها وانهم بيدوا للطلبة وعود وما بينفزوهاش زي ايه انا عارف ناس السنة اللي فات كانت ماضي على عقد مع المكتب ان المكتب هيترجم لهم الورق وهيعمل لهم المعادة والكلام ده كلو لما جون مكلموا المكتب المكتب تقول لهم لا انا ما اتفاتش معاكم علي كدة مع ان في شيء عقد والعقد مكتوب فيه الكلام الي ان المكتب ما عمل لهم اي حاجة فعيوب المكتب برضو ان هو بيعيدك بحاجاته وما بيععملهاش بيعيدك بحاجاته ياخد مقابل الفلوس وبياخد الفلوس وما بيعميج�したلالحاجات فده ععب كبير برضو جدا من عيوب المكتب بعد كده الاختيار الاخير انك تقدم لنفسك ليه عيوب بصراحة وليه مميزات برضو العيوب بتاعته انك هتيجي هنا مش هتعرف مش هتلاقي حد يستقبلك لو طيارتك وسط الفجر مش هتعرف تتعامل الشعب هنا بيتعامل كله روسي ما بيش حد بيتكلم انجليش جير قليل جدا فالشعب بيتعامل روسي فانت لما تنزل في المطار لما تنزل توصل المدينة بتاعتك هتعمل ايه هتخرج من المطار هتعمل ايه انت مع عكشة تتعامل عليه زي او الكلام ده وما بتعرفش تتكلم فمش تعرف طرق فين ده عيب وعيب كبير جدا بعد كده عيب كمان ان انت بقى لما تيجي تتعامل في الجامعة لما تيجي مسلا تروح تشتري الهدوم بتاعتك الكلام ده كله ده عيب في ناس بتقدم لنفسها وبتعدي من كل الكلام ده لكن الناس قليلة جدا ومش كتير وفرصة انك تقدم لنفسك وتعدي بسهولة مش كبيرة اوي فالافضل انك تقدم عن طريق المكاتب او عن طريق ان طالب بيقدم لك بعد كده الميزة الميزة في ان انت بتقدم لنفسك ان انت وبتدفعش عمولة لكن في المقابل انت بتخسر كل الحاجات دي اللي هي ان فيه تحد هيكون معاك هيفاهمك هيشتري لك هجوم هيعمل لك حساب في البنك هيكون معك وانت بتدفع المصاريف بتاعت الجامعة هيحول لك الفلوس بتاعتك بحيس ان محدش ينصب عليك محدش يضحك عليك في البنك الكلام ده كله فكل حاجة كل واحدة من دول ليها عيوب وليها مميزات انا من او هرشح لك او هرتب لك الطرق التقديم اول حاجة انك تقدم عن طريق طالب تاني حاجة انك تقدم بنفسك تالت حاجة وتسيبه لاختيار الاخير انك تقدم عن طريق مكتب لان انت لو قدمت لنفسك او قدمت عن طريق مكتب الاتنين شبه بعض مفيش بس فرق غير ان فيه حد هيستقبلك في المطار في المقابل هو واخد منك مبلغ كبير جدا واخد منك مبلغ كبير جدا ما ما يستحقوش او ما يستحقش تعب الشخص اللي جاي استقبلك ده ده كده بالنسبة لطرق التقديم طب ايه الحاجات المطلوبة علشان تقدم كل اللي مطلوب منك ان انت لو هتقدم تحضيري بيحتاج منك البصبور بس لو هتقدم تخصص انجليزي بيحتاج منك البصبور والشهادة مترجمين وموسقين من المركز الثقافي في مصر دي الاوراق المطلوبة بالنسبة لاسعار الجامعات هتلاقي على الويب سايت بتاع كل جامعة اسعار كل تخصص واسعار كل حاجة هتلاقي على الموقع بتاع الجامعة فما متاخدش المعلومة من مصدر واحد لان ممكن واحد يكون جايب اسعار السنة اللي فاتت ممكن واحد يكون جايب اسعار اي جامعة بحيس ان يشدك انك تقدم معاه وبعدك هتلاقي نفسك في جامعة تانية ومنسيت اقول حاجة مهمة جدا من عيوب المكاتب برده ان المكاتب بتقول لك على جامعات و بتوديك جامعات تانية. يعني مسك تقول لك انا مسك هواديك جامعة كزين البسدرالي كل أن الطبية تبص تلاقي نفسك في مدينة اريول وتلاقي نفسك في مدينة ااي مدينة تانية بتلاقي مدينة اضعف من اللي هو مقدم لك عليها organisepas Villews بنسب المصاريف وساعات بياخد منك مصاريف ويكون نصب فيها مزود عليها الترتمية اربعمائة دولار فضيه كلها مساوق في بالنسبة التقديم عن طريق المكاتب. دي كده نصيحة اخيرة في اخر الفيديو انا قلت النصيح دي في الفيديو بتاع السنة التحضيرية وهقوله تاني هنا. محدش يقدم في جامعة ويروح يكمل في جامعة تانية ما تسترخصش الجامعة اللي هتقدم فيها. يعني ايه? يعني انت ممكن تدخل تلاقي جامعة بالف وتلتمائة دولار لكن هي جامعة عدبية. اه هي تعلمة كروسي كويس وكله تمام. لكن لما تيجي تحول للجامعة الطبية او الجامعة الهندسية. هتواجهك مشاكل. هتواجهك مشاكل زي زي انك هتمتعن امتحان قبول والله عالم هتعدي منه ولا لأ. وانت لو بتذاكر هتعدي منه. لكن ليه تحط نفسك بقى في حتة اه لا وامتحان قبول ومش امتحان قبول والكلام ده كله. وكده كده هتصرف برضو الفرق في انك تحول او ما تحولش او تنقل من المدينة للتانية عن طريق انك هتاخد طيران هتاخد قطرة. الكلام ده كله هتصرف الفرق بين الجامعات. الافضل الافضل انك تقدم في الجامعة اللي هتكمل فيها. لو هتكمل طب تخش جامعة طبية. لو هتكمل هندسة تخش جامعة هندسية. لو هتكمل حاجة ادبية تخش حاجة ادبية. ده اهم نصيحة في الفيديو. بعد كده الفيديو يعني خلاص انا كده قلت المعلومات المفروضة قلهاья نهاردة الفيديو الجاي هتكلم في عن اه الشيخ الخطوات اللي بتعملها علشان خاطر اه تروح تاخدو الفيزة بتاعتك من السفارة وبعد كده حجز الطيران والكلام ده كله وهتكلم فيه خطوة خطوة واحدة واحدة. لو عايزين فيديو عن طريقة التقديم بنفسك قل لي في الكومنت وانا هعمل لك الفيديو ده. هقول لك ازاي تقدم بنفسك وازاي تكتواصل مع الجامعة وازاي تعمل البصدور بتاعك سكانال والكلام ده كله وتقدم بنفسك. اه اتمنى الفيديو يكون اه افادكو يعني ويا يات ما تنسناش بقى باللايك وانسى اشتراك في القناة. انا مش محتاج من القناة اي ربح خالص انا بس بحابب اوصل معلومة للناس او اوصل اه حاجة ما حدش قال لي عليها اوصلها له بحيس ان هو ما يحصلش معاها مشكلة ولا حاجة في التقديم او الكلام ده او حد ينصب عليه. بس سلام.